السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن النفس البشرية كل مرة في حلقات متعددات نتناول جانبا من جوانب هذه النفس البشرية نتعرف عن ماهيتها وعن حقيقتها وعن تطورها وعن تفاعلاتها وافضل من يشخص حقيقة هذه النفس هو القرآن الكريم لانه تنزيل من عند الله رب العالمين فالله تعالى هو الخالق وهو المبدع وهو الوهاب سبحانه وتعالى وهو اصدق القائلين والمتحدثين انعادي النفس نتناول اليوم جانب من جوانب هذا النفس وهو طغيان الانسان في لحظات معينة هذه النفس تطغى تتجبر تتكبر تتعالى وتبدأ في الافساد وهي تظن انها تقوم بالاصلاح الحق عز وجل يقول في اولى السور التي نزلت على قلب النبي الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في غار حراء سورة العلق ماذا قال فيها ربنا عن النفس البشرية قال ان الانسان كلا كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجع ايه صغيرة جدا ولكن فيها معاني كثيرة ومتعددة ربنا يتحدث عن هذه النفس البشرية التي اودعها الانسان الانسان يكون ضعيف ويكون محتاج ويكون يشعر بالضعف وبالهوان ولكنه بعد فترة زمنية لما يكرمه المولى عز وجل بكرمات ويعطيه عطاءات يبدأ هذا الانسان يشعر وكأنه تغير وصار متميزا ومن تم يطغى ويتجبر ويتكبر اول مظاهر الطغيان عند الانسان انه عوض ان يشكر المنعم على نعمه وعلى عطائه يبدأ يشعر بانه يتجبر ويتكبر نلاحظ مثلا الزوج قد يكون في اول امره هينا لينا ولكنه لما يعطيه المولى عز وجل نعيما اما ترقيا واما منصبا عاليا ربما قد يطغى على زوجته ويحتقرها وربما انه يمن عليها بقيوميته انه ينفق وانه يصهر وانه والرجل وانه صاحب الكلمة التي لا ينبغي ان تنزل هذا النوع من الطغيان وكثير من الزوجات يشتكين من ازواجهن انهن يطغين ان الازواج يطغون وانهم يتكبرون وقد يكون الطغيان هو في جانب الزوجة فالزوجة قد تغتر بجمالها وبشبابها لانها لا تزال شابة وليتزال قوامها رشيقا بينما زوجها قد هاجم عليه الشيب والتجاعيد وتجاوز سن الكهولة فتطغى وتتجبر كم من النساء رأينا هن يطغين على ازوجهن وقد تطغى المرأة باصلها ونسبها انها تنتمي الى اسرة عريقة وذات امجاد وقد تطغى المرأة ايضا بوظيفتها وراتبها الشهر على زوجها الطغيان لو اشكال والوان قد يقع الطغيان حتى من ناس عاديين اذا ما وصلوا الى مرتبة من المراتب يشعرون بانهم صاروا متميزين عن الاخرين فقد يعطي الانسان علما كبيرا وهذا العلم والمعرفة والشواهد المحصل عليها تجعله يتعالى وينظر الى الناس من علم كم من صاحب معرفة وكم من صاحب علوم ومن صاحب شواهد جامعية عليا بدأ ينظر الى الاخرين نظرة استكبار واستعلاء وقد يكون هذا حتى من طلبة العلم قد نجد هناك علماء او طلبة علم لما يقرؤون شيئا من العلوم الشرعية ويلبسون لباسا فيه علامات الوقار يدخل اليهم الطغيان فانه لا يرضى ان تكلمه الا بعد ان تضع فرض الطاعة والولاء وان تقبل يده او كتفه وانك تخاطبه باحترام واجلال وان مجموعة مرسيم وتقوس حتى في طلبة العلم والفقه والدين ويكون ايضا في اصحاب العشائر والقبائل هناك رؤساء قبائل وعشائر عندهم جبروت وعندهم احساس بالشخصية وايضا اذا وصل الانسان الى مرتبة من مراتب الدولة اخطر انواع الطغيان هو في السلطة لما يصل الانسان الى مرتبة علية في السلطة لان السلطة معناها الهيمنة معناها النفود معناها الحكم وهنا كم من شخص كان عاديا ولكن لما يصل الى كرسي السلطة يتغير في شكله وفي عاداته ومن ثم يطغى ويتجبر عن المخلوقات لهذا ربنا عز وجل قال كلا ان الانسان لا يطغى ان رأاه استغنى الانسان الفقير لا يطغى في الغالب الانسان المريض الانسان المحتاج لا يطغى لهذا يقول العلماء ان الضراء خير من السراء لان الضراء تجعل الانسان يشعر بالضعف وبالغوان ويستكين للمولى ولا يتجبر على الخلق انا ضعيف انا مريض انا فقير انا رتبتي متواضعة جدا فكيف لي ان اطغى لقد حماني المولى حماني المولى من الطغيان واعطاني الضراء واعطاني البأساء فانا استكين ومستضعف ولا اجرؤ ان اطغى على احد فالضراء والبأساء هنا خير من السراء اذا اعطاك الله المال والجان والجمال والمجد والسودة قد تشعر بانك لست كبقية البشر وانك متميز وهذا يقع كثير للناس هناك من يطغى بالاولاد اعطاه الله اولاد في الاول كان لم يكن له اولاد ولا بنات ولكن لما اكرمه الله تعالى واعطاه درية وزده معها خيرات يطغى كما قال الله تعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزنة وتفاخر بينكم وتكاتر في الاموال والاولاد كمثل غيط اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما هناك من يعطيه الله اولاد فيطغى تفاخر يتفاخر انا عندي كذا وكذا وكذا وهناك من يعطيه المولى عز وجل اشياء اخرى كثيرة متعددة خصوصا حكى القرآن العظيم ان من يعطيه الله المعرفة كالسامري الذي كان مع صاحب موسى السامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اتل الرسول فنبضتها وكذلك سولت لنفسي لما كشف الله له بعض جوانب المعرفة والفكر والفلسفة بدأ يعطي تأويلات خاصة به ومن تم اغرق بني اسرائيل في الشرك بعد ان كانوا في التوحيد ويدكر القرآن الكريم قاروم صاحب موسى الذي اعطاه الله ما الوفير سبع طبقات فوق الارض من الاموال وسبع طبقات تحت الارض من التروات ولما سئل قال اوتيته على علم عندي علم عندي فهذا الذي ينسب ينسب ذلك لنفسه مظاهر الطغيان عند الانسان كثيرة ومتعددة واذا دخل الطغيان الى قلب الانسان فهذا فساد عظيم لهذا ندعو الله تعالى ايها الاحباب الكرام ان يحفظنا المولى من الطغيان ويحفظنا الله تعالى من العطاء والتوسع الذي قد يؤدي بالانسان الى ان ينسى نفسه ويطغى على الاخرين ماذا كان الجواب القرآن قال ربنا عز وجل في سورة العلق كلا كلا ان الانسان لا يطغى كلا هذه الكلمة فيها نوع من القرع ونوع من التنبيه ونوع من الاستفاقة ايها الانسان استفق انتبه كلا ان الانسان لا يطغى هذا الانسان هذا المخلوق الذي هو مكون من لحم وشحم وعظم هذا الانسان ان الانسان لا يطغى لماذا يطغى يتجبر ويتكبر ان رآه استغنى استغنى قد يستعنى عن الناس وقد يستعنى عن عائلته وعن اقاربه يطغى لكن اخطر انواع الاستغناء ان تستغنى عن الله هذا اخطر انواع الاستغناء هناك من استغنى على والديه هناك من استغنى عن زوجته أو الزوجة استغنى عن زوجها هناك من استغنى عن الشركة التي يعمل بها أو استغنى عن وطنه وغير ذلك من أنواع الاستغناء لكن أخطر أنواع الاستغناء أن تستغني عن المولى عز وجل هذا أخطر أنواعه لأن الإنسان يظن بنفسه خيرا وهو قد ارتكس في هذه الحمأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن رجل موسر عنده مال وفير دخل إلى المسجد وكان عنده ثياب يلمع ثياب فاخر فجلس بين يدي النبي الكريم مع الناس بعده دخل إنسان آخر معصر فقير وثيابه رتا وسخا فجلس بجانبه فإذا بالغني يجر ثيابه ويبتعد عن الفقير فلما رأه النبي الكريم بهذه الطريقة فيها النوع من الاستصغار بالآخرين قال يا فلان أخشيت أن يلتصق غيناك بفقره أم خشيت أن يلتصق فقره بغيناك هذا الصحابي الغني شعر بأنه فعلا وقع في ورطة تعتأ رأسه فقال يا رسول الله إن لي قريم يقبح لي كل شيء حسن ويحسن لي كل شيء قبيح بهذا المال الوفير صار عنده عقلية مزدوجة قارين هناك أيها الأحباب لا ننسى بأن كل واحد مننا له قارينه لك نفسك ولك شخصيتك ولك قارينك وقال قارينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في دلال بعيد قال قاريني يزين لي كل شيء قبيح ويقبح لي كل شيء حسن فأنا أعتذر فقال يا رسول الله وقد أديت هذا الفقير فأنا سوف أعطيه وأتنازل له عن نصف تروتي اجبرا لخاطره فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لرجل فقير أتقبل نصف تروتي هذا الرجل الغني قال لا لا أريدها يا رسول الله يكفيني ما عندي قال ولماذا قال أخاف أن يدخلني ما دخله أنا الآن فقير أشعر بأنني ضعيف وإنني متواضع لله ولخلق الله فأخاف إن أخدت نصف تروته أن يصيبني ما أصابه ويدخلني ما دخله كان المربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يربي الناس على أنهم يكونوا متواضعين لله عز وجل ونحن رعينا ليس في الأفراد فقط بل في المجتمعات والدول عصرنا هذا القرن الواحد والعشرين هو أفضل العصور عبر تاريخ البشرية في التطور العلمي والتطور التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى رأينا دول تغزو الفضاء وتغزو القمر ومنه من يفكر أن يغزو المريخ وسمعنا التنين الصيني سوف يكتسح نصف الكرة الأرضية وسمعنا الإمبريالي الأمريكي ستحعل كذا وكذا والاتحاد الأوروبي يفعل كذا وكذا والناس يتفاوضون وكل يستعلي على الآخر ربنا عز وجل بالرحمة الوسعة مدى أصاب البشرية في هذا الزمن لما طاغت وتجبرت أصابنا بفيروس كورونا دول الصغير لا يرى بالعين المجردة مثل حبة قم حم ربنا فتتها ووزع على الكرة الأرضية ما الذي وقع؟ رأينا بأن المطارات توقفت ومحطات القطر توقفت والأسواق العالمية توقفت ورأينا الناس يدخلون إلى بيوتهم ويغلقون عليهم نوافدهم ويستغيطون بالكمامات وبالمواد الوقائية ويدخرون علب الطعام والشراب خوفا من مدى لقد صاروا مهددين بالحياة هذا فقط درس الله عز وجل أراد أن ينبهنا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى جاء الجواب للعلاج ما هو علاج الطغيان؟ لأن الطغيان أيها الأحباب الكرام قد يدخل كل واحد منا نحن لسنا آمنين إبليس شاطر وقارنك قد يكون أعقل منك وقد يصيبك بنوع من الطغيان ما هو المخرج؟ كل من أصيب بطغيان إما أعطى الله مال أو ثروة أو علم أو جاه أو جمال أو غير ذلك كيف نحتمي من الطغيان؟ جاءت هذه الآية الكريمة تصف الطغيان وتصف العلاج الإعجاز القرآني في كلمات معدودات يصف لك حقيقة النفس البشرية ويعطيك علاجها كأنك رشدت الطبيب كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة هذا هو العلاج إن إلى ربك الرجعة تذكر أيها الإنسان أنك سوف ترجع يوما إلى ربك مهما طال بك العمر مهما جمعت من تروات مهما حصلت على شواهد علمية ومعرفية مهما ارتقيت في سلم السلطة مهما جمعت من حضوة تذكر أيها الإنسان لقد أدخلناك إلى الدنيا عارية الجسد حافية القدمين وسوف تخرج من الدنيا أيضا عارية الجسد حافية القدمين الأجنة لما يخرجون من بطن أمهاتهم ماذا يلبسون هل رأيتم جنين خرج من بطن أمه يضع ساعة أو سلسلة دغب أو ملابس فاخرة عاري عاري الجسد وحافية القدمين كذلك الميت إذا مات بعد عمر طويل وجمع الأموال وجمع التروات وبنى الضور والقصور لما يموت نقول صلاة الجنازة جنازة رجل أو امرأة ويكون عاري إلا من توب أبيض يستر عورته فقط هكذا الإنسان علي أن تذكر إن إلى ربك الرجعة العلاج هو أن الإنسان دوما يتذكر بأنه في هذه الدنيا مؤقت مؤقت جدا وإذا كنت مؤقت لا تحكر على الأشياء الأمور تمضي الأمور كلها تسير بسرعة نحن نسير إلى الله ونرجع إلى الله لأن أول مقامنا قبل أن نصل إلى الكوكب الأرض أين كنا كنا عند الله ثم نرجع إلى الله وعند الرجوع إلى الخالق عز وجل سوف يعطينا حصيلة أعمالنا في الدنيا فطوب للمتواضعين طوب لأصحاب القلوب الزكية طوب لأصحاب النفوس المطمئنة ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الطغيان ويحفظنا وإياكم من الكبر ويحفظنا وإياكم من أن نتعالى عن الخلق لأن الإنسان يحتاج إلى هذه القيم خصوصا في الحياة الأسرية بين الزوج وزوجته بين الآباء وأبنائهم بين الجيران فيما بينهم بين عموم الناس في الشارع العام بل حتى في الوزارات وفي الحكومات والمجالس المنتخبة والحوار الذي نلمسه ونتابعه يوميا بين الحكومة والنقابات وبين المسؤولين لا بد أن يكون فيه نوع من التواضع ونوع من الأخذ والرد والإقناع وليس الطغيان وفرض القرارات لأن ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه هذا ما قرره القرآن العظيم إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا وإياكم من عباده الراشدين السلام عليكم